تشافي يستحق الطرد من برشلونة ونجرب مع مدرب غيره ايا كان الاسم بعد انتهي الموسم في ايه رأيك في ريال مدريد الموسم اللي فات سيد اوروبا وسيد اسبانيا اخد على دماغه وخرج بموسم صفري سلام عليكم في الفيديو ده هنتكلم عن كشف حساب عن فترة تشافي هرنندس مع برشلونة قبل فوات الاواني ونرجع نندم على اخسارة مدرب فاهم وقابل بكل الظروف وبيطور عليها والله الافضل ان تشافي يستحق الطرد من برشلونة ونجرب مع مدرب غيره ايا كان الاسم بعد انتهي الموسم ده اللي هتعرفه في الفيديو ده وانت اللي هتبقى تكرر في الاخر بس بفكرك تدرب لايك ولو مش مشترك تشترك ولو مشترك ومش مفعل الجرس فضروري انك تفعل الجرس ويالله بينا نبدأ بعد كوارث كبيرة وانهيار كامل لفريق برشلونة اخوان لابورتا استدعت شافي في منتصف الموسم بعد اقالت رونالد كومان وكان هدف الادارة وقتها هو حجز مقعد ضمن الارباع الكبار وتشافي وقتها قدر يحقق المركز التاني في الليجة نيجي للموسم التاني فدخل الموسم التاني وجميع الترشيحات كانت بتصب لصالح ريال مدريد لان ريال مدريد دخل الموسم وهو بطل اوروبا وبطل الدوري الاسباني فتشافي قدر يحقق لقب الدوري الاسباني والسوبر الاسباني وقتها وفي الموسم ده فتشافي دخل الموسم بدون لاعب ارتكاز وكلنا نعرف إن مركز المحور هو أهم مركز في كرة القدم خاصة إذا كان الفريق بيبني الكرة من الخلف وبيعتمد أكتر على الاستحواز على الكرة وبسبب الوضع المالي الإدارة وفرت له أربعة مليون فقط للتعاخلات خلال السنتين اللي أعادهم اعتمد على اللمسية وإدى كتير منهم فرصة للمشاركة مع الفريق الأول يعني الموسم ده مثلاً اعتمد على لامين يامال وفيرمن لوبز وهكتور فورت وباوكو بارسي وغويو والموسم اللي فات اعتمد على بلدي ندخل بقى على الإصابات اللي حرفياً بالجملة وهي إصابة أهم لعب في خط الوسط جافي والإصابة كانت بقاطعة في الرباط الصليبي غير إصابة فرانكي ديونج فترتين وإصابة بدري فترتين وإصابة بلدي وإصابة رافينيا غير إصابة تيريشتيجن شهرين كاملين يعني بتلعب من غير الحارس الأساسي بتاعك ولو محققش برشلونة شافي أي لقب في ظل الظروف دي مايعتبرش فشل ولو إنت بتعتبره فشل في إيه رأيك في ريال مدريد الموسم اللي فات اللي دخل الموسم وهو حصل على الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا يعني مفيش حالة أفضل من كده وفي الآخر إيه اللي حصل سيد أوروبا وسيد أسبانيا أخذ على دماغه وخرج بموسم صفري غير إن ريال مدريد مش بيمر بمشاكل مالية وعنده لعبين أفضل بكتير من برشلونة ومع كده لما خرج بلقب وحيد جدد الثقاف أنشلوتي ليه برشلونة الفريق الوحيد في العالم لو محققش لقب بيعتبره أن الموسم فاشل ولازم نطرد المدرب ليفربول كان موسم خرج بدون أي لقب والموسم اللي فات ما كانش حتى ضمن الأربع كبار المتأهلين لدوري أبطال أوروبا وراح على الدوري الأوروبي على طول كل ده وإدارة الليفور اتمسكت بكلوب مع العلم أن الإدارة وفارت لكلوب ما لم توفره إدارة خوان لابورتالي تشافيو ولا حتى عشرة في المية منه وغير فشل إيريك تنهاج مع منشستر يونايتد اللي بالإكراه حجز مقعد في دوري الأبطال وهو رايح أصلا للدوري الأوروبي فعايزين لما نهاجم تشافيو ونقول يمشي من النادي نكون فاهمين مش بنهاجم من أجل التغيير وخلاص وأخيرا عايز أقولك أن صحيفة سبورت نشرت إحصائية عن اكتساح لتشافي هرنندس في مواجهاته الأربع ضد ديجو سيميوني مباراة منهم انتهت بنتيجة أربعة اتنين وتلات مباريات بنتيجة واحد صف وده بمناسبة المباراة الجاية في الدوري وعن احتمالية مواجهة الفريقين في دوري الأبطال ده في حالة أن برشلونة تأهلت على حساب باريس سان جيرمان وأتلاتيكو مادريدي تأهلت على حساب روسيا دورتمان وإن شاء الله ده يحصل ونزود عدد اكتساح تشافي لديجو سيميوني لسبع اكتساحات في المسام ده ويكون وش خير على برشلونة في المنافسة على لقب اللي يجي وبوابة الوصول لنهاء دوري أبطال أوروبا وقوله أمين وبس كده يا رب يكون الفيديو عجبك ويكون يستهل انك تضرب لايك ولو مش مشترك تشترك ولو مش مشترك ومش مفعل الجرس تفعل الجرس واشوفكم في فيديوهات تانية وسلام